المشكلة اللي شاف هذا اللقاء ينظر إلى برسائل عديدة ضريف التقى برؤساء الكتل الشيعية مو كلهم طبعا القريبين على مساحة الإيرانية بكثافة كانوا حاضرين مع السيد العبادي سيد عمارس والتقى بتحالف العزم برئاسة السيد خميس الخنجر وفقط ما التقى بمساحات أخرى لم يلتقي بالحلبوسي لم يلتقي ببرهم صالح الحلبوسي كرئيس مجلس النواب ما التقى بك رئيس حزب وكتلته هاي التفاصيل رئيس مجلس نواب وغير أعلى سلطة أكو رسالة معينة يريد يوصلها سؤال خبيث خلينا أكثر خباثة شوية أكثر هل تحالف العزم أقرب لإيران من التحالفات الأخرى في الساحة السنية تمام شلون ما قلت لك السؤال خبيث ما نريد أخبث بي أكثر لا 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 خباثة أشوف أحنا علاقاتنا كلها في خدمة أهلنا مكشوفة طالما أنا ما عندي مصالح شخصية محددة ولا عندي ارتباطات من نوع اللي ينخجل من عده زين مو خلص نحش ما هو كذا طيب أحنا نعتقد محور العزم أقرب إلى قطر وتركيا من السعودية أي والإمارات زين السبعة الشتيتين أكثر من هالوضوح زين ماشي وقطر وتركيا علاقتهم زينة بإيران بإيران زين شي رادلتها يعني لا ما بينا المعادلة واضحة أي أحنا نريد ننجز شيء لهذا المكون المتعوب اللي ما قدرنا نخدمه فأكيد لازم نستعين بكل ما بكل الوسائل من ضمن هاي الوسائل أن يكونون الأخوة الشيعة اللي يتعاونون مع ناس يتقون بهم يعني أنا مثلا مني أجيب لي قائد شيعي وتقولها محمول مش هداني ش راح يقولها الصور إنتها أدعسها لك أكيد تكون عندك فترة أقل سؤال